اي يومي اهلا بك اهلا بحضراتك معنا يعني زي ما قلت كده نسبة تسأل هو الكلام كمان ليه اتيكيت ودايما بنسمع مقولة اللي هو تكلم لكي ارك يعني لازم نتكلم عشان نعرف شخصية اللي قدامنا خلينا نعرف من حضراتك طبعا في البداية اتيكيت فن الكلام تمام الكلام من اهم من اهم الاشياء اللي ممكن نتكلم عنها انا بفرح جدا لما حد يطلب مني ان احنا نتكلم عن الكلام لان الكلام هو الوسيلة الاولى والمباشرة في ان انا بعرف شخصيتك انا ممكن يريني اول ما بشوفك اول مرة اول ما بيلفت نظري ليكي شكلك لبسك جسمك اي حاجة ظاهرية لكن اول ما بتبتدي تتكلمي انا بعرف شخصيتك من خلال كلامك الكلام هو المعبر الاساسي لكل حاجة بالداخل يعني هو الكلام بيعبر انت محبة ولا لا انت مثقفة انت ضمك خفيف يعني كل شيء بيبان من خلال الكلام في حاجة كده ممكن اقولها بسرعة عن الكلام فيه كان فيه احد الحكماء بيقعد مع تلميزه دي حاجة يعني يقال انه هو سقرات بس همش متأكدين هو ولا لا كان بيقعد مع التلميز بتوعه وبيبقوا بياخدوا راحتهم وقاعدين بيبقوا قاعدين فردين رجليهم ففي يوم من الايام دخل عليهم رجل كده شكله ما هي بالشكل قوي محترم في منتهى الشياكة ومظهره يدل على الصراء يعني انه هو شخص يعني عالي القيمة قوي فابتدى طبعا الحكيم دوت يقول للتلميز لا الشخص ده احنا لازم نحترمه ولازم نقعد بلاش بقى نبقى فردين رجلينا فنلم رجلينا فابتدى يجي كل يوم الشخص دوت يقعد معاهم المحاضرات اللي بيقولها الحكيم ده وما كانش خالص الرجل الغريب ده بيتكلم خالص ولا بيفتح بقه هم حكموا علي انه هو شخص محترم ومهم ومهيد قوي من خلال مظهر اول ما في يوم فتح بقه عشان يقول رأيه في احد المواضيع بدى كلامه تافه جدا خالي من كل معنى عشان كده الجملة اللي انت قلت ياها دي بتاعت الحكيم ده اام الحكيم دوت قاله ياه اتعبتانا يا رجل تكلم حتى انا راك فالكلام هو المعبر الاول عايز اقولك والاساسي والمباشر فان اعرف شخصية اللي قدامي يعني الجملة دي اساسها دي اساسها بس نبقى عارفين القصة من اولها وغالبا هو سقراط يعني طيب انا عايز اعرف من حضرتك طبعا لان دي نقطة مهمة جدا الكلام بيبني علاقات وكمان بيهدم علاقات ازاي مش علاقات شخصية بتكلم على علاقات بشكل عام علاقات انسانية علاقات اجتماعية ازاي نهتم بالنقطة دي طبعا عشان كده كتاب المقدس قال الموت والحياة في يد اللسان الكلام ممكن جدا ان انا ببني به علاقة جديدة صداقة جديدة حب جديد نجاح في شغل علاقات عامة علاقات خاصة طبعا الكلام ده شيء مهم جدا كمان بيبقى لي يعني صداقناها برضو هقولها في قصة كان فيه في احد الايام مصنع بتاع مجمدات يعني ممكن نقول اسماك فكان فيه موظف كان كلام دوت يوم الخميس وفيه جمعة والسابتة اجازة بتاعت المصنع فدخل يتأكد من التلاجة التلاجة طبعا تلاجة كبيرة قد الستوديو ده كله اكبر يعني اللي هي فيها المجمدات دي دخل يتمم شوية حاجات وبعدين فجأة الباب تقفل وكان كل العمال اللي في المصنع والموظفين مشوا فابتدى طبعا يخاف لان لو قعد اكتر من اربع ساعات هيكون متجمد وميت فقعد يصرخ ويحاول يفتح الباب ما عارفش يفتح الباب ويخبط وانقذوني مفيش خالص المهم في الاخر استسلم ان هو خلاص هيموت بعد فترة يعني ساعة اثنين تلاتة كان طبعا اغمى عليه فاق في المستشفى فبيبتدي يسأل مين اللي انقذني فقالوله الفراش بتاع المصنع فبتدوا يسألوا فراشت عن المصنع انت عرفت ازاي ان الموظف ده كان جوه التلاجة ديت وازاي فتحته وانقذت حياته فقالهم انا بقالي تلاتين سنة بشتغل امن اوفراش في المصنع ده بيدخل موظفين وعمال كتير يخرجوا ويدخلوا طول الفترة دي الوحيد اللي كان بيكلمني ويسأل علي وهو داخل وهو خارج بيسألني عن احوالي واحوال ولادي ويتطمن علي هو الموظف ده في اليوم ده الموظف ده دخل في اليوم ده تحديدا دخل بس انا ما شفتهش خارج فالسؤال بقى في القصة دي مين اللي انقذ الراجل ده من الموت هل تفتكر الفراش مش الفراش اللي انقذ الراجل ده من الموت هو الكلمة الحلوة الكلمة الحلوة وكلامه وتشجيعه يعني هو ده اللي لفت ناظر الفراش طب ما فيه موظفين كتير ليه ده بالذات اللي عارف انه هو ما خرجش فطبعا الكلام يبني علاقات ممكن كمان يهدم علاقات الموت واللسان الموت والحياة في يد اللسان ممكن ابقى اقول كلام يهدم اللي قدامي ممكن ابنيه ممكن اقول كلام يحطم ممكن يشفي فالكلام لأ انا يعني اعتبر ان الكلام اهم حاجة في شخصية حقيق طب خليني اروح كمان عمل لقطة مهمة جدا يوسيا سوسان وهي فكرة الوقت المناسب ساعات لو يعني اخدها برضه في شكل قصة انا هكتبس حكاية الكصص دي من حضرتك بيبقى في خناءة كده مثلا يعني متى انشنة مع حد او انا شدت مع حد لو حد قريب مني مثلا جوزي اخواتي حد قريب مني بيبقى معي الحق ان انا مش غلطانة انا يعني على قدر كبير من ان انا يعني على حق في الخناءة دي بس لما جيت اتكلم اتكلمت في وقت غلط فاطلعت ان انا لأ انتي ازاي تتكلمي دلوقتي او انتي الكلام اللي قلتيه جي عليك بغلط ازاي احدت بقى موقفي اتكلم امتى الوقت المناسب للكلام طبعا ده بيبقى بحسب الموقف ده اكيد بحسب الموقف وانتي جاوبت يا ريني انتي قلت ان انا ممكن يكون معايا الحق في الموقف ده بس لاني اتكلمت في وقت مش مناسب فالحق بتاعي ضاع يعني الترابيزة تقلبت علي لاني مخترتش الوقت المناسب عشان كده برضو كتاب المقدس يقول انه تفاح من دهب في مصوغ من فضة كلمة مقولة في محلها كمان يقول انه الكلمة في محلها او في وقتها ما احسنها ويقول كمان برضو كتاب المقدس للكلام وقته للسكوت وقت عشان كده ممكن جدا في موقف زي اللي انتي قلتيني ممكن تكون فيه مشدة بيني وبين جوزي او بيني وبين حد او في شغل او في اي وقت ممكن اتكلم واقول كلام معايا حق فيه عايز ادفع عن نفسي عايز اقول كلام مهم جدا بس اختارت الوقت المناسب عشان كده اوقات كتير بيبقى الصمت ابلغ من الكلام ابلغ يعني بيعبر اكتر من الكلام لازم اختار الوقت المناسب ممكن جدا يعني ممكن مثلا ابقى عدف في شغلي وقالوا فجأة مثلا احنا النهاردة هنخرج ناكل برا فانا بكل تصرع اقول اه اوكي باكيد لكن لما قعد شوية كده مع نفسي ثواني افتكر ان انا مثلا وراي معاد او ان انا جوزي ممكن ما يوافقش او اي سبب من الاسباب فلازم اختار الوقت المناسب ممكن كمان اكون انا يعني لي الحق جدا بس الشخص اللي قدامي غاضب جدا او متوتر جدا في الوقت ده ما يفعش ان انا اتكلم معاه اختيار الوقت المناسب من اهم معوامل نجاح الكلام بين الاشخاص حقيقة طيب احنا بنتكلم كمان عن مواصفات الكلام ان احنا طول الوقت عايزين نقول كلام حلو ويطلع من احنا بنسمع طبعا او عارفين ان الكتاب المقدس بيقول الكلام اللين بيصرف الغضب مواصفات الكلام بتاع ايه مواصفات الكلام مواصفات الكلام دي حتة بقى اتيكيت وزوء صرف يعني دي حتة كده فيها زوء جامد جدا اولا عشان يكون فيه محادسة نجحة بيني وبين اللي قدامي اول حاجة طبعا اكيد ان انا هختاري الوقت المناسب كمان يجب جدا ان انا اكون ببص في وش اللي بتكلم معايا منفعش خالص ان رينية بتبقى بتتكلم وانا بصها في مكان تاني لازم كمان الصوت يبقى معتدل لهو واطي قوي فيه ناس فيه بنات بالذات يعني يعني صوته واطي قوي مرهق يعني دي رئة يعني طبعا ده غلط خالص لا يكون واطي ولا يكون عالي الصوت يكون معتدل كمان ما ينفعش ان انا اكون مقرب قوي من اللي بتكلم معي لازم يكون فيه مسافة بيني وبينه وما يكونش يعني مقرب منه برضو من اتيكيت الكلام ان انا لما كن بتكلم مع احد ما عودش المسه كتير يعني مش ده احطي ايدي عليه على ايده على رجله ده مش مش لائق خالص خالص لما اتكلم ما حاولش المس اللي قدامي حاجات كتير قوي في اتيكيت الكلام مهمة ما قطعش دي بقى في منتهى الاهمية اللي بتكلم لو فيه انا حد بتكلم يعني معي وفيه فكرة جاتلي او او انا خايفة انسى يعني انا خايفة انسى لغاية ما هو يخلص كلامه عشان انا عارفة انه مش من الزوء ان انا قطع انا ممكن استأزم بلطف شديد ان انا اقوله طب ممكن من فضلك اقول حاجة وا افكره كمان بعد كده هو انتهى في الكلام لغاية فين وما طولش في التعليق اللي انا عايز اقوله عشان هو يسترسل في اللي هو بيقوله فما ينفعش كمان برضه من ايتيكيت الكلام يعني ما ينفعش ان انا اقاطع حديث اتنين يعني اتنين يكونوا بتكلموا انا ادخل في الحديث بدون هما يطلبوا مني ده وطبعا من اهم بقى عوامل نجاح الكلام ما خيره ما قلة ودل يعني الكلام الكتير كتير ده مش كويس اللي انه الكلام القليل هو ده اكتر واكتر تعبير في ايتيكيت الكلام انا عايزة اقف عند حتة المقاطعة دي لانه احنا فعلا الصقافة المنتجة لو اي حد بيتكلم و احنا لو احنا في البيت بتكلم بشكل عام خالص ان احنا في البيت واي حد بيتكلم مع حد لا انا هدخل في الكلام او هقاطع او هقول اي جملة فهنبعد عن الموضوع تماما فهي دي بتبقى مشكلة كبيرة في صراحة فكرة المقاطعة في الكلام لازم استأذن حتى لو في البيت على فكرة يا ريني كل قواعد الاتيكيت في كل شيء في كل السلوكيات كلها انه لازم استأذن يعني اللي انا لازم اطبق يعني انا لو مش بمارس الاتيكيت بتاعي في البيت وبعلمه لولادي في البيت انا مش هعرف امارسه برا على فكرة عشان كده حتى انتي قلت كلمة في البيت لازم في البيت نستأذن طبعا طيب عايزة روح مع حضرتك كمان لنقطة مهمة جدا لو انا قاعدة مع حد لأول مرة قابله ازاي ابدأ كلامي وهل بيختلف ان انا لو قاعدة مع حد سنه كبير غير لو قاعدة مع حد نفس سني مثلا فطريقة الكلام بتبقى مختلفة ابدأ بايه واقول ايه لان لو اول مرة قاعد مع حد هو طبعا شكل يعني شكل علاقتي بالشخص هي شكل علاقتي بالشخص هي اللي بتحدد انا هبدأ ازاي يعني انا لو بعرف الشخص معرفة كويسة او معرفة جيدة انا اكيد ده يسهل علي بداية الموضوع انما بقى لو حد غريب انا ممكن ابتدي بايه ممكن اقول له مثلا ازايك يومك ان عامل ازاي انا ولو انا مش عارفاي انا اول مرة اشوف الشخص ده وحتى لو جروب ممكن مثلا انا انا اول مرة اشوف ريني وانا عارفة ان ريني موزيعة واول مرة اشوفها ممكن جدا اشيد بعملها يعني ممكن اجاملها ممكن اقول لها انتي مثلا حلوة قوي او شغل كواس ج forge ده يفتح مجال لكلام لطيف بيني وبينها حتى لو انا اول مرة اشوفها او اكلم في موضوع عام بس يكون موضوع لطيف ده يفتح حوار بيني وبين الناس في مقولها بتقول كيف تجعل الناس يحبونك أو كيف تجعل الناس ينجازبوا ليك من أولى الأمور إن أنا يكون عندي رقي خصوصاً في أول مرة لأن الانطباع الأول يدوم طب أنا عايزة أتكلم على فكرة الكلام المشجع لأن دي نقطة مهمة جداً خليني أتكلم عن إزاي أقول كلام مشجع للي قدامي وده يبقى طول الوقت يعني نعرف برضو إتيكيت الكلام المشجع أحلى سؤال يعني الموضوع الكلام المشجع ده تقريباً يعني كل الناس وقع فيه كلمة يعني إيه تشجيع أو كلام مشجع إنه أنا أمحو من حياتي من قموز حياتي الكلمات السلبية وأستبدلها وأكد على كل ما هو إيجابي في اللي أنا بتعامل معي بمعنى تاني إن أنا أقلع النظار السوداء اللي بشوف بيها عيوب الناس وألبس بدلها نظارة بيضة أشوف بيها مميزاتهم بمعنى إيه إن أنا مثلاً أنا بتتعامل مع حد فيه عنده ميزة وفيه عنده عيب أو فيه عنده عيوب وعنده ميزة واحدة أنا أحاول أقلع النظار السوداء اللي بشوف بيها العيوب بتاعته أتناساها تماماً ما جيش ناحيتها أبداً أبداً سواء في الكلام أو في الشكل أو في العمل بتاعه أو في اللبس أو في أي شيء وأتذكر بس الميزة اللي فيه وأقولها ممكن حد يقولي طيب ما هو أنا كده هبقى يعني إفريدي ملقتش فيه ميزة أولاً ما فيش حد ما فيهوش ميزة كل حد لازم يكون فيه ميزة كمان الكتاب المقدس بيقولينا شجعوا صغار النفوس أسندوا الضعفاء تأنوا على الجميع لازم يكون كلامنا مشجع ماينفعش إن إحنا نقول كلمات سلبية وأهم نقطة في موضوع التشجيع ودي دايماً أقولها لا تطرق أبداً باب العيوب الخلقية ماينفعش أبداً إن أنا أشوف حد رفيع كل ما شوفه أقوله أنت رفيع أنت رفيع كل ما شوف حد تخين أنت محتاج تعمل كذا حد لابس لابسي يعني صدقيني أعرف حد جاب عربية بسيطة وفرحان بيها جداً جداً كل شوية بص من البلكون عليها فرحان بيها ويعمل شفتات لولاده يعني كل واحد ليه وقت يبص على العربية ويجي واحد بكل بساطة يقوله إيه الميداليا اللي أنت جايبها دي إيه العربية دي ليه تكسر بخطره ليه ما تقولهش إنها كويسة ليه ما تبركلوش ليه دايماً نكسر بخاطر بعض ممكن برده أقول حاجة لو فيه طبعاً معينا وقت فيه يعني قصة بتعبر جداً جداً عن التشجيع التشجيع على فكرة بينمي الطاقات أنا عايز أقول حاجة قبل ما أقولي القصة دي دكتور زويل يقول إنه وأنا طفل صغير كانوا حطين على باب القودة بتاعتي وهو طفل يفتى مكتوب عليها دكتور زويل عشان كده بقى دكتور زويل تعالي شوفي دلوقتي الأباء والأمهات والمدرسين محتاجين تربية نفسية للأولاد من كتر الكلام السلب اللي بيقولوه فما فيش طبعاً تنمية الطاقات عندهم حقيقة قصة بقى بتقول إيه إنه كان فيه طفل صغير في حسة الرسم فالولد ده جات المدرسة قالي ترسمي ولاد رسمة معينة فرسم وكل ولاد رسم وفجأت عنده قالت له إيه الرسمة دي الرسمة دي وحشة جداً أنت ما ترسمش تاني أنت فاشل ابتدى الولد ده خط قرار أن أنا لا يمكن أمسك الفرشة والألوان وأرسم تاني طبعاً القصة دي قصة مترجمة من بلد اسمه السويد فقرر أنه هو مش هيرسم تاني فات الوقت فات سنة أو سنتين اتغيرت المدرسة وجاء مدرس تاني ونعمل مدرس يعني فابتدى يقول يا ولاد أنا الحصة الأولى لكم النهاردة أنا عايزكم ترسموا رسمة من دماغكم أي رسمة أنتو عايزينها لأن أنا بس عايز عملكم اختبار كتب فمش هقول لكم ترسموا إيه فابتدوا كل الولاد يرسموا جينا عند صاحبنا ده إخوة يخذ قرار أنه مش هيرسم فجي المدرس يمر على كل واحد إيه ده أنت رسم إيه الله بابا الله مدرسة الله كل واحد جي عند الولد ده لقى الصفحة بتاعته فاضية ورق أبيضة عارف على طول أن الولد ده عنده أزمة لأن مفيش حد ما يعرفش حتى يشخبط فابتدى يعرف أنه عنده أزمة مسك كرس الرسم بتاعها بتاعته ورفعها قدام الولاد وقال شوفوا يا ولاد الله رسم تلج جميل قوي قوي ابتدى الولد يحب الرسم ابتدى يرسم ابتدى يشغل على نفسه وتخيلي يبقى رسام عظيم جدا ومشهور اسمه توماس كول تخيلي التشجيع نمى تقاطق إزاي لازم نشجع بعض لازم نقول كلمة مشجعة الكتاب المقدس بيقول الكلام الحسن شهد عسل حلو للنفس شفاء للعظام دي الكلمة الحلوة وفي المقابل بقى جرح اللسان يا دق العظام يعني أنا لما أقول لحد أنت رفاية كل ما أشوف أقوله أنت عارف أنت عملت فيه إيه أنت عارف يمكن دي نقطة ضعف ويمكن دي تعباء ممكن أحطامه بالكلمة دي وإيسي على كده طبعاً حاجات كتير ففي ناس كلام كلام يا أستاذ ساوسن بتتكلم دايماً طول الوقت بلتباهي يعني تتكلم عن نفسها بلتباهي طول الوقت أنا بتكلم بتكلم حلو بس بتكلم عن نفسي طول الوقت أنا بعمل أنا بسوي أنا عملت يعني يعني ده إيه من أكتر الأمور اللي تقلل الإنسان في نظر الناس هي التباهي والإفتخار بما لديه يعني بما لديه من شاهدات أو من لبس أو من سكن أو من فلوس أو من ممتلكات يعني دايماً يقول ما تتكلمش عن نفسك لا تتكلم عن نفسك تتكلم عنك الغريب كتاب المقدس بيقول كده فالتباهي ده شيء بيقلل جداً جداً من الكلام بالعكس خليني أنا أعبر عن نفسي بتصرفاتي وتصرفاتي دي هي اللي هتعبر عني وتخلي الناس هي اللي تتكلم عني مش أنا اللي هتكلم عن نفسي على فكرة من أكتر الأمور اللي تخلي الشخص يتقفل من قدامه أو الملائيه بتتكلم عن نفسه يعني لا يتكلم عنك فمك بل الغريب فلا التباهي ده من أكتر الأمور في الكلام اللي بتفصل الناس عن بعضها طيب فيه كمان حاجة ممكن يعني نعرفها للناس الكلام اللي بيحمل معناين يعني أنا بتكلم بقول حاجة بس كلامي مش دايريكت أو كلامي مش مباشر أنا بقول حاجة يعني عيمة ممكن كده وممكن كده فدقي ده حاجة حلوة ولا حاجة وحشة لا حاجة وحشة طبعاً لأنه ده زم كتاب قال عليه ده كلام ملتوي ده التواق الفم إن أنا ممكن أقول لطفل مثلاً أو أقول لحد مثلاً أقول له شاطر وممكن أقول له شاطر شاطر فييجي الطفل ده يقول دي بتتريق علي فأقول له أنا بتتريق ده أنا بقول لك شاطر بس أنا قلتها بالتواق الفم تعارفة كمان التواق الفم ده في البيع والشيرة للأسف إنه يعني في البيع والشيرة التواق الفم ده على طول تتخيالي إن أنا تفاجئت بآية في كتاب المقدس بتقول عن الشخص اللي بيشتري شوفي التواق الفم تقول كده رضي رضي يقول المشتري وإذا ذهب فحي نائز يفتخر يعني أنا قاعد أقول له الحاجة دي مش حلوة الحاجة دي مش كويسة ده أنا واخدها كده لكن أنا عارفة إن هي حلوة بس أنا عندي التواق الفم وبعد ما أمشي أفتخر وأقول ده حكت عليه فده التواق الفم لازم كلامي يبقى مستقيم كتاب المقدس بيقول الحق الحق ربي يسوع كان بيقول كده الحق الحق أقول لكم وأخد المنهج ده بعد كده منه كل التلاميذ كان معلمنا بوليس الرسول كان يقول كده دايما أقول الحق في المسيح ولا أجذب وضميري شاهد لازم نكون كلامنا مستقيم تعارفة الأنبا كراس سيدنا الأنبا كراس المتنيح يعني ربنا يناح نفسه يقول كلمة عن الكلام المستقيم ده اللي فيه استقامة يقول مش بس الصدق في الكلام ان انت بتقول الحق لا ده انت فيه موقف انت محطوط فيه وما فيش حاجة تنقذك إلا الكذب وما تجذبش هي دي الاستقامة في الكلام مش بس ان أنا كون صريح مش بس ان أنا أقول كلام يكون ما فيهوش كذب لا هو كمان ان انت مفيش حاجة تنقذك إلا لو كذبت وما تجذبش وتقول الصراحة والصدق يبقى خلينا نأكد كده ان الكلام ده بيبرز الشخص يعني طول ما انت شايف الشخص حلو قدامك زي ما قلنا بلبسه أو بنحكم عليه طبعا من أول نظرة بالشكل لكن الكلام هو اللي بيبين الشخصية وطبعا احنا عرفنا مع أستاذ سوسن المواصفات الخاصة بالكلام وكمان إتيكيت الكلام وأكيد لازم يكون لنا حلقة عن إتيكيت الاستماعي يعني احنا نكلمنا عن الكلام نستمع بقى إزاي أكيد فيه فكرة وحلقة تكون معنا مع أستاذ سوسن مشكورك جدا يا أستاذ سوسن حضرتك نورتينا شكرا استفدنا حقيقي جدا شكرا لك من زوئك وعايز أقولك بقى كتشجيع يعني دي بقى من كلام التشجيع ريني جميلة جدا أنت جميلة ومن موزيعات الشطرة جدا جدا بجد وأنا بحفتك جدا شكرا جدا لزوئك مش تشجيع حقيقي نورتي شكرا لك شكرا جدا أستاذ سوسن صابري خبيرة فان الإتيكيت وأصول اللياقة شكرا جزيلا شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك شكرا مشاهدينا فاكرتنا انتهت هناخد فاصل ونرجع اللي فاكرتنا الأخيرة فاكرت المطبخ ومعنا النهاردة الشيف أبا نوب هيعمل لنا أكلات كالعادة جميلة جدا خليكم معي هيعمل 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 �a و